قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجمات على منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وأضافت الوزارة أن منظومة دفاعها الجوي أسقطت 61 طائرة بدون طيار وصواريخ متعددة ومن جهتها أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خاضت 76 اشتباكاً قتالياً على خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكانت الأكثر كثافة في قطاعي بوكروفيسك وتوريتسك في شرق أوكرانيا